وبالتأكيد عنوين مهمة جداً لكن أبرز عنوان أريد أن أتكلم معكم أن مباراة طنطة والأهلي تم نقلها إلى ملعب الأهلي والسلام خبر ده عشان نشرحه للناس عشان لازم الناس تبقى فاهمة بالضبط اللي تم خلال الساعات القليلة الماضية أولاً مباراة الدولة العامة كلها بلا استثناء بتقام من خلال تقنية الفيديو تقنية الفار فبالتأكيد هذه التقنية في ملاعب محددة من خلال هذه الملاعب بيتم استخدام التقنية وهذه الملاعب مرخصة لاستخدام هذه التقنية ملعب غزل المحلة ليس من الملاعب الحاصلة على الترخيص لتنفيذ التقنية خلال مباراة الدورة العام لذلك إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لقرة القدم قررت تقديم أولاً مباراة طنطة والأهلي في الأسبوع التلاتين لمسابة الدورة 24 ساعة عشان تقام في السامنة من مساء السبت 26 تسعة الجاري وتم نقلها إلى استاذ السلام بالقاهرة بدلاً من استاذ غزل المحلة نقل المباراة زي ما قلت لكم بسبب عدم حصول استاذ غزل للمحلة على ترخيص تقنية الفيديو حتى هذه اللحظة بالمناسبة كان في نفس اليوم المفروض مباراة الزمالك مع الجونة في القاهرة وكان الأهلي يلعب في المحلة لكن المباراةين لما تم تغيير مباراة الأهلي بقت المباراة في يوم واحد فبالتالي مباراة الأهلي بقت يوم السبت 26 تسعة ومباراة الزمالك بقت يوم الحد 27 تسعة طبعاً المباراةين كانوا يوم 27 تسعة الأهلي في المحلة والزمالك في القاهرة فبالتالي لما الأهل غير أو دارة المسابقات لما غيرت موعد مباراة الأهلي وطنطة فبالتالي تم تغيير موعد مباراة الأهلي اللي هتتلاقي في القاهرة فالتدى الاتحاد القرى يخلي معادها يوم السبت والزمالك هيكون معاد مباراةه يوم الحد عموماً بشكل عام النهاردة كمان في مباراة مهمة جداً مباراة الزمالك وطنطة الزمالك بيصارع على المركز الثاني داخل فم نفسها قوي جداً على المركز الثاني خاصة بعد فوز بيرامدز بالأمس وتعادل المقولين أول أمس ونقدر نرى النهاردة مباراة يمكن السوشيال ميديا وصفتها وكأنها كلاسيكو وديربي ما بين الكابتن رضا عبدالعال في القيادة الفنية لفريق طنطة والكابتن طارق يحيا في القيادة الفنية لفريق نادي الزمالك نشوف هذا الكلاسيكو أو هذا ديربي كما وصفتها السوشيال ميديا خلال الساعات اللي جاية والنهاردة المباراة بالتأكيد الكل هي تبيحها الساعة الثمالك